بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الأحبة مرحبا بكم وأهنئكم وأهنئ العالمين العربي والإسلامي بحلول شهر رمضان المبارك حديثنا أيها الأحبة عن شهر رمضان المبارك وعن الصيام فقد رؤي أن سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قد خطب خطبة قبل شهر رمضان المبارك فقد قال سيدنا سلمان الفارسي وضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة هي ليلة القدر خير من ألف شهر جعل الله تعالى صيامه فريضة وقيام ليله تطوعاه من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه في هذا الحديث يتحدث سيدنا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم عن فضائل شهر رمضان وإن عمل الخير فيه مضاعف فيه أجر وثواب مضاعف فيعدل فريضة في غير رمضان لأن أجر الفريضة أعظم عند الله من أجر وثواب النافلة أما صلاة الفريضة فتعدل سبعين فريضة أما إذا صلى الإنسان هذه الفريضة في جماعة والجماعة تعدل سبعا وعشرين ضعفا كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد سبعا وعشرين درجة فإذا ضربنا هذين العددين يحصل عندنا رقم كبير جدا ففضاء الأعمال كبيرة في هذا الشهر العظيم فينبري على الإنسان المسلم أن يغتنم هذه الساعات وهذه الدقائق التي ستمر مرورا سريعا كما سنلاحظ قد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة الإنسان عندما يبتليه الله سبحانه وتعالى ببلاء كمرض أو عجز أو فقر أو مصيبة فعليه بالصبر فإن صبره فإن الله تعالى سيعطيه ثوابا على صبره الجنة وعندنا في رمضان الصوم هو ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات فيه صبر على ترك الطعام فيه صبر على تحمل أذى الآخرين لأن النفس إذا تعولت على الطعام ثم فجأة تنقطع يحدث للإنسان نوع من الشد العصبي النفسي فتجد الإنسان الصائم يعني صعب المراس لهذا أوصاه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر وأن لا يكون شديد العصبية بل يصبر فكل بلاء يصبر عليه الإنسان يعوض الله عز وجل الجنة قال وهو شهر المواسات أي يواسي الغني الفقير ويواسي المحتاجين والأرامل والفقراء والمكفوفين والصم والبكم والمرضى ونحو ذلك وهو شهر يزداد فيه عسق المؤمن من فطر فيه صائما كان له عجق رقبه ومخفرات لذنوبه وتفطير الصائم كما سيخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فيه أجر عظيم نقعه الآن قال فقال الناس يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم هنا قد يقول قال أنا فقير وما عندي إمكانية أن أشتري مثلا عشرة كيلوات من اللحم وأعمل فيها عزيمة أو وليمة كما يقال وأعطيها لإطعام الصائمين اسمع كيف يواسي الحبيب صلى الله عليه وسلم فقراء أمته إلى يوم القيامة فيقول من فطر صائما كان له عدق رقبة واغفرة لذنوبه قلنا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم هنا فقراء قال يا رسول الله ما عندنا نشتري ما يفطر به الصائم فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من يفطر صائما على مضغة لبن أو شربة ماء أو تمره يعني حتى التمره فيها أزن ثواب نعم شربة قدح من اللبن قدح صغير من اللبن نعم شربة ماء كل هؤلاء هذه الأشياء يستطيعون فقراء أما اللحوم والكباب ونحو هذا لا يستطيعها إلا الإنسان المتمكن أو متوسط الحال على أقل تقدير ثم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن أشبع صائما كان له مغفرة لذنوبه وسقاه ربه من حوضي الحوض حوض الكوثر كما يسمى حوضي شربة لا يضمأ بعدها أبدا هذا من يشبع فيه الصائم إذن الفقير له حصة والغينة إذن له حصة الفقير إذا اشترى كيلو تمر ووزعه على الصائمين حتى كل أحد تمر له أجر وثواب مقدار ما يفطر به عدد الصائمين الغني أيضا له حصة إذن أبت الحبيب المصطفى عليه ألف الصلاة وألف السلام لا يعني يضيع فيها حقه أحد بل حتى الفقير له حظ ونصيب ثم قال وكان له مثل أجر غيره يعني أجر الصائم من غير أن ينقص من أجره شيء وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مخفرة وأخره عدق إلى النار ومن خففه عن مملوكه فيه أعتقه الله إلى النار يعني عندك عامل يعمل عندك مثلا شخص والدوام مثلا بالسابعة مساء يخلص في الأسواق أو المحل أو المكان اللي ينقل فيه إذا قلت له اذهب بالخامسة من أجل شهر رمضا حتى لأن أحيانا الإنسان هو صائم ويعمل فيحدث عنده يعني نوع من الجهد في حالة قبل الصيام يستطيع أن يأكل يشرب إلى آخره الآن هو في حالة الصوم فيستحسن على أصحاب الأموال أصحاب المحلات أن يخففوا عن عمالهم في هذا الشهر حتى يعينوهم على الصوم ثم أوصل حبيب صلى الله عليه وسلم بأربع خصال فقال فاستكثروا فيه من أربع خصال خصلتين ترضون بها ربكم وخصلتين لا غنى لكم عنها أما الخصلتان اللتان ترضون بها ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونها أي دكثر من ذكر الله بقوله لا إله إلا الله وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه وأما الخصلتان التي لغنى لكم عنها تسألون ربكم الجنة وتتعوذون به من النار إذ الإنسان في نهاية المطاف سيأتي يوم ويكون مصيره إلى الموت وليس عنده إلا خيارين الجنة أو النار فينبغي على المسلم أن يكثر في روضان من سؤال الله تعالى الجنة والاستعاذ به من النار هذا ما يصر الله تعالى لنا أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله